إذن الآن سوف نقوم بالعمل على section ال welcome هنا أيضاً لنلاحظنا ما بين هذا السطر وهذا السطر وهذا السطر إلى غاية هذا السطر الأخير لدينا بعض space هنا كيف نقوم بعمل هذه space؟ طبعاً لدينا هنا في CSS ما يسمى align height property إذن the line height property specify the height of a line إذن align هذا يمكن أن نقوم بتحديد الارتفاع الخاص به لدينا هنا بعض الأمثلة إذن align height normal أو default إذن هذا هو إذن يمكن أن نكتب بهذا الشكل هذه هي القيم يمكن أن نعطي هنا أعداد يمكن أن نستعمل هنا percentage أو النسبة المئوية نلاحظنا مثلاً لو أعطينا align height 200 بالمئة لو نقوم بعمل select لهذا align فقط نلاحظنا في عملية select أيضاً هذا هو height ككل لو نلاحظنا عندما نقوم بعمل select هنا ليس لدينا أي space هنا إضافي مع هذا ال line هنا لكن في هذا ال line نلاحظ لدينا هنا هذا ال space إذن هذا ال line هنا لديه ال line height أو الارتفاع 200 بالمئة إذن هذه الخاصية نحن سوف نحتاجها في هذا الدرس أو في هذا الفيديو إذا لدينا هنا عنوان ولدينا هنا نص نص تهل جداً إذا سنأتي هنا نعمل تعليق هنا سوف نسمي content هنا إضاً content إذا لدينا هنا content welcome section إذا ستكون عبارة عن div هنا سوف نقوم بعمل class إذا سنسمي content welcome إذا هنا سوف يكون لدينا آآ نعمل H2 بما أنه سابقاً هنا في sidebar استخدمنا ال H1 إذا لدينا هنا ال H1 هنا سوف نستخدم ال H2 وهنا على سبيل المثال سنستخدم ال H3 هنا يعني لا نستخدم ال H1 طبعاً هذا من البست براكتس أننا يعني نأتي تدرج مثلاً هنا استخدمت H1 فهنا نكتب مثلاً H2 هنا أيضاً سوف يكون لدينا H2 لكن هنا لا أكتب H2 ثم هنا أكتب H1 وهكذا طبعاً هذا ليس من البست براكتس إذا نحن هنا سوف نستخدم ال H2 هنا في ال H2 إذا لدينا welcome to community design نعمل paste و لدينا هنا نص إذا سوف نستخدم ال P tag نعمل أيضاً copy لهذا السطر هنا أو لهذا النص وسننتقل الآن على CSS و نقوم بتخصيصه لو نأتي هنا إذا نعمل content welcome هذا الشكل إذا هنا بداية سوف نعطي margin على اليمين و على الشمال إذا هنا سوف نعمل margin أو أوكي نعمل margin إذا سنعطي على من الأعلى و من الأسفل نعطي مثلاً خمسون بيكسل وعلى اليمين و على الشمال سوف نعطي ثلاثون بيكسل أوكي طبعاً هنا في content نأتي هنا على content content ككل سوف نعطيه إذن margin left ثلاثون بيكسل نلغيها هنا من من الهتر كما نلاحظ بهذا الشكل أيضاً يعني شيء جميل أننا عملنا بهذه الطريقة نلاحظون عندما نقوم بعمل scroll نلاحظ هذا أيضاً يتحرك لكن هنا لا يتحرك إذن نحتاج أن نقوم بعمل fix لهذا sidebar طبعاً هذه نسيتها إذن نرجح هنا على sidebar و سوف نعطيه position الآن لو نجرب أن نعمل scroll مرة أخرى نلاحظ هنا هذا لا يتحرك بينما هنا يمكن أن نقوم بعمل scroll هنا أيضاً لدينا هذا المارجن هنا خمسون بيكسل وهنا لدينا ثلاثون بيكسل لو نجعلها كل خمسون بيكسل إذن نأتي هنا الأسفل نعطي كل شيء خمسون بيكسل نرى أوكي بهذا الشكل أحسن الآن نقوم بتخصيص هذا الـ إذن أولاً لدينا هنا سمك هذا العنوان هنا نلاحظ أكبر بكثير من الموجود هنا إذن لدينا هنا content welcome ثم لدينا هنا إذن سوف يكون ثلاثمائة أو نقبل أربعمائة نحتاج أيضاً إلى هذا اللون استخدمناه أضن سابقاً إذن هذا هو سنحتاج أيضاً أن نقوم بعمل increase في الخاص به لو نعمل هنا إذن نختار هنا هذا الـ الـ سيعطينا بعض خصائصه لاحظنا لدينا هنا يستخدمه هذه الوحدة أوكي إلا مشكلة إذن نحن هنا ونعمل font size نستخدم مثل ما عمله تماماً ثلاثة هذه الوحدة هنا ما هي هذه الوحدة؟ طبعاً لدينا عدة وحدات هنا في السياسس لدينا واحد RAM هذه يساوي ستة عشر بيكسل إذن نحن هنا لدينا ثلاثة إذن سنحتاج أن نضرب ستة عشر في ثلاثة وستة عشر في ثلاثة سوف تعطينا ثمانية واربعون بيكسل يعني يمكن أن نكتب ثمانية واربعون بيكسل أو أكتب بهذه الوحدة هنا إذن سوف نستخدم هذه الوحدة لا مشكلة بهذا الشكل الآن أيضاً سوف نحتاج هنا أن نترك بعض المرجن من الأسفل إذن سوف نعمل مرجن باطم نعمل خمسة وثلاثون بيكسل نجرب أوكي نجعلها أربعون بيكسل الآن نتسي هنا على الـ ثم لدينا الـ هذا أيضاً أولاً لدينا هذا الـ نصر هنا لو نقوم بعمل إنسبكت نحصل على هذا الـ إذن نعمل إنسبكت لهذا التكست هنا نرى عينة نجد هذا الـ إذن نلاحظ هنا في الـ لدينا هذا الـ إذن يمكن أن نأتي هنا على الـ نأتي على الـ أو أوكي نأتي على الـ إذن أي شيء هنا يمكن أن يأخذ هذا الـ إذن هنا سوف يكون لدينا هذا الـ هنا طبعاً لدينا الـ إذن هنا سوف يتم عمل على هذا الـ إذن الأولوية اللي هنا لهذه في الأسفل إذن ما يوجد في الـ سوف يكون بالأبيض والباقي سوف يكون هنا بهذا اللون أتأكد إذن كمان نلاحظ قلنا الآن سوف نعمل ما بين هذه الـ هنا سوف نستخدم آآ إذن هنا سوف يكون لدينا آآ نعمل واحد فاصل سبعة مثلاً نجرب آآ نحتاج أكثر نجرب اثنان طبعاً هنا على الفونت أيضاً لنواحظ كبير نوعاً ما وأيضاً الفونت هنا آآ غير غاليذ يعني مثل ما هو موجود هنا إذن سنبدأ بالفونت ويت نعمل ثلاثمائة الفونت نعمل ثمانية عشر بيكسل مثلاً آآ أظن نقوم بتكبيره أكثر نجرب آآ اثنان وعشرون إذن أكبر بكثير إذن نعملها عشرون أوكي بهذا الشكل آآ ونحتاج هنا أن نترك بعض إذن يمكن أن نتي أو لدينا هنا خمسون بيكسل إذن آآ سنتركها كما هي خمسون بيكسل أو يمكن أن نعمل بهذا الشكل إذن من الأعلى سوف يكون لدينا خمسون بيكسل آآ على اليمين على الشمال سوف يكون أيضاً خمسون بيكسل ومن الأسفل مثلاً سبعون بيكسل اوكي بهذا الشكل او يمكن حتى نعملها ثمانون نترك بعض هنا من الاسفل اذا بهذا الشكل نكون قد قمنا بعمل نلتقي في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته